تناول اليوم الثاني من نقاشات المؤتمر الدولي الثاني للحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا الذي تنظمه نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من الإشكالات والعقبات التي تقف حجر عثرة في طريق تطور المؤسسة الإعلامية في العديد من البلدان العربية والإفريقية نتيجة خفاض سقف الحريات في الكثير من هذه البلدان وتطلق نقاش لواقع الحريات الذي تم تأكد على أنه مكسب وطني حققه الصحفيون في نضالهم عبر العقدين الماضيين في سياق تحولاتهم وانفراج التعددية السياسية مطلع التسعينيات حرية وانفتاح إعلامي وجد العديد من المنغيصات والعقبات وانتقد بعض الإعلاميين الوسط السياسي سواء في الموالات أو المعارضة الذي يسعى قياداته باستمرار لتوظيف الإعلام لخدمة أغراضهم الذاتية دون أن يهمهم سقف الحريات الصحفية أو حرية التعبير وتطرقت المداخلات لوجود عوائق ذاتية وقانونية منتقدين استمرار التعتيم وإغلاق نوافذ مصادر الأخبار في المؤسسات الحكومية التي لا تتعاطى بسلاسة إلا مع الإعلام الحكومي الرسمي وحذرت بعض المداخلات من المخاطر التي تهدد صحافة الورقية والتي باتت مهددة بالتوقف أو الانقراض وفيما يتعلق بسوق الإعلان أكد المحاضرون على أهمية إعادة تنظيم هذه السوق وتطوير مفاهيمها وإحداث تغيرات جوهرية في الثقافة الاجتماعية بشأنها لم يغيب عن النقاش دور المرأة في الصحافة والحاجة الماسة لمؤسسة تدريب وطنية متخصصة وجرت تأكيد على الخصوص على أنه لا تغني عنها أقسام الإعلام في المعهد العالي وجامعة العيون والمدرسة الوطنية للإدارة لغياب العمق التكويني في هذه الأقسام وضعف وجود الجوانب التخصصية والفنية فيها وختم المؤتمر بتأسيس إطار جديد للصحفيين في دول الساحل الإفريقي لبلورة خطة أولويات للدعم المتبادل والتركيز على تبادل الخبرات بخصوص الأولويات المشتركة في المجال في هذه البلدان